هذا ويمثل الاحتفال بيوم المرأة البحرينية منذ انطلاقاته في عام 2008 يمثل حدثا مهما واحتفالا وطنيا يفتخر به المجتمع البحريني ومنذ ذلك الوقت خصص لكل عام من الأعوام الماضية شعار خاص يسلط الضوء على القطاعات التي شاركت بها المرأة نعم وذلك لتكريمها في كل مجال من المجالات تفاصيل الاحتفالات السنوية في تقرير الزميل فيطل حسين تحظى المرأة البحرينية بدعم سام من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله وراءه وانطلاق من هذا الدعم أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يوم المرأة البحرينية في عام 2008 ومنذ ذلك الوقت خصص لكل سنة من السنوات الماضية عنوان خاص للاحتفال بالمرأة حيث تمثل كل سنة جانباً للاحتفال بقطاع معين كانت ولا تزال المرأة عنصراً رئيسياً ومساهماً فيه وفي عام 2008 تم الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على بدء التعليم الرسمي للمرأة في المملكة تقديراً لدورها في النهوض بالقطاع التعليمي بينما تم الاحتفال في عام 2009 بالمرأة والأمن الصحي ويختزل الشعار المهنة التي استطاعت المرأة أن تشارك وتبدع فيها بمختلف تخصصاتها النوعية في القطاع الصحي وفي عام 2010 كان الاحتفال تحت شعار المرأة البحرينية والعمل التطوعي حيث يؤرخ هذا الشعار إسهام المرأة البحرينية في المجال العمل الأهلي والتطوعي والذي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي وفي عام 2011 خصص العام للاحتفال بالمرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية إذ لعبت المرأة البحرينية منذ القدم دوراً ريادياً في حياة الأسرة البحرينية من خلال مساهمتها في تحسين الدخل وتحسين وضعها المعيشي وفي عام 2012 أعلن تخصيص شعار يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بمسارتها وإنجازاتها في المجال الرياضي إذ استعرضت مملكة البحرين الإنجازات التاريخية المتلاحقة للمرأة البحرينية في المجال الرياضي أما شعار المرأة والإعلام كان مخصصاً لعام 2013 إذ يأتي الشعار منطلقاً من دور المرأة البحرينية في تحديد هوية وملامح الخطاب الإعلامي والفرص المتاحة أمامها لتطوير العمل الإعلامي وكان عام 2014 مصلطاً الضوء على المرأة في المجال العسكري إذ تعمل المرأة جنباً إلى جنب زميلها الرجل في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية فالمرأة البحرينية أبرزت جدارتها في مختلف التخصصات العسكرية والعلمية وفي عام 2015 تم الاحتفاء بالمرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي نظراً لمقامت به على مدى خمسين عاماً في هذا القطاع الحيوي حيث تعتبر المرأة البحرينية أنموذجاً لنهوض المرأة بالقطاع المالي والمصرفي محلياً وأقليمياً ودولياً أما عام 2016 خصصاً للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي حيث أثبتت فيه قدرتها على التأثير الإيجابي في مسار وأداء العمل القانوني والعدلي بشعار المرأة في المجال الهندسي تم الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2017 إذ دخلت المرأة في المجال الهندسي منذ سبعينيات القرن الماضي وتوالت جهودها في هذا المجال إلى يومنا الحاضر وخصص العام 2018 للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشرعي والعمل البلدي إذ تعددت مشاركة المرأة في الحياة العامة منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي من خلال مشاركة في الانتخابات البلدية وفي عام 2019 تم الاحتفال تحت عنوان المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل إذ هدف الاحتفال لتوثيق مسيرة المرأة في هذا المجال وبيان وقع مشاركتها وتنافسيتها أما عام 2020 كان مخصصاً للاحتفاء بالمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي والذي كان متزامناً مع احتفاء مملكة البحرين ببلغ العمل الدبلوماسي المنظم قبل 51 عاماً وفي عام 2021 تحتفل البحرين بالمرأة البحرينية في التنمية الوطنية حيث يأتي هذا الموضوع منسجماً مع عراقة الحضور النسائي ضمن عمليات البناء الوطني بالنظر إلى عمق ذلك الحضور تاريخياً وختاماً تعتبر المرأة البحرينية عنصراً رئيسياً في عملية التنمية في مملكة البحرين وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة بما في ذلك السياسية والتنمية الاجتماعية والأعمال وغيرها ولا تزال هذه الجهود متواصلة حتى اليوم فكل عام والمرأة البحرينية ترفع راية الوطن جنباً إلى جنب شقيقها الرجل